الوقت مشاهدينا معدنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا اتفضل يدي شكرا لك من الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حذر بنا مجال الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر المقبل 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الإفريقي كما شدد على أن هناك حاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزية القرم ميخايل رازو فجايف أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مصيرة أوكرانية وطالب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الروسي أو في السياق ذاته قال الرئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا أعلنت لتوانيا تجديد أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت وزيرة الداخلية اللتوانية أجني بيلو تيتو إن أنظمة المراقبة تغطي ما يزيد قليلا على نصف حدود لتوانيا مع بيلاروسيا مشيرة إلى أنهم من المنتظر أن تكون التغطية الكاملة لنظام المراقبة على الحدود في مكانها بحلول نهايات العام دعا وزير خارجية النمسا ألكساندر شايلنبرج إلى تعزيز كافة جهود الإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق نزاعات حول العالم وقال وزير خارجية النمسا إنه يجب دعم تكريم عمل العاملين في المجال الإنساني والدعوة إلى سلامتهم موضحا أن النمسا تعتبر من أشد المؤيدين لتطبيق القانون الدولي الإنساني وزيادة تطويره لحماية عمال الإغاثة في النزاعات المسلحة سجلت الصين 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226 حالة وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين أربع إصابات مصحوبة بأعراض تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من يوزلندا وذلك على مدى أيام وأكبرت تامئة الأشخاص على ترك منازلهم وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من يوزلندا وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة موضحة أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار الغزيرة ساريا في فيوردرلاند في جنوب غرب الغزيرة الجنوبية ختم مجد الثامنة فاصل ورد لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر